السلام عليكم صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا وسهلا بكم الإبنات نورتوني شرفتوني مرحبا بكم مدار داركم إن شاء الله كامل تكونوا بخير أنا الحمد لله مصفتنا اليوم هي طريقة صنع الطماطم المصبرة عندنا طريقتين نبدأ بالطريقة الأولى بسم الله على بركة الله عندي كمية من الطماطم أنا نقلع لها كامل في هذه الزريعة نقلع لها كامل هذه البيضية بسكوهية اللي تطين القروسية لبنات انتهزوا في فصل الصيف تكون طماطيش شابة وتكون حامرة ديروا واحدة من هذو طريقتين اللي تعجبكم ديروها في فصل الصيف يكون وقتها طماطيش تجي حامرة وتجي شابة تجي ما شاء الله وزيد على هذلك تكون رخيصة وتكون في متناول الجامع نديرها في لبوات ونديرها في لكونجيلاتوغ إغين نبغين نستعملها نجبد تجيني سهلة العملية كي نجي ندير بيتزا ولا ندير سوفلي ولا ندير أي حاجة نستعملها أنا مرات نستعملها في بلاسة طماطم المصبرة ما نشريش طماطم المصبرة ونستعملها هذي فشتة كينة طماطيش كينة موجودة على القياطين هذوك بصحة تكون حمرة من برا ومن داخل تجي سفرة من جي الشابة كل حاجة في وقتها تكون مليحة نكمل كامل هذه الكمية نقطعها بهذه الطريقة ونجي بقدرة ونديرهم في القدرة منزيد لها ولا إضافات نحطها فوق النار لازم تكون قليلة ونخليها مرة على مرة نخلطها هي تذبال وتطلق هذا كلمتحها كما راكم تشوفوا معنا في الفيديو ونخلوها حتى تضطي بمليح وبعد مطابة نحيا من فوق النار ونجيب البراميكسور ونميكسيها بعد ما نميكسيها نشوفوا تبقى فيها ذاك الماء نديرها فوق النار ونقصها ونخليها ينشف ذاك الماء وندير مغرف صغيرة ملح ومغرف صغيرة فلفل أسود ومغرف كبيرة زيت ونخلطهم كامل مع بعض حتى تتجانس المكونات مع بعض ونخليها حتى تنشف ونشفتني من الماء نديرها في البوات ونديرها في الكنجيلاتور هذه هي النتيجة خرجتني ما شاء الله ونروح مع بعض نديره الطريقة الثانية تكون عندي كمية من الطماطم من نقيها مليح من هذه الزريعة وبدأ نقطحها مرساوات صغار بهذه الطريقة على جلا شور ما يخسر ليش ندير مغرف كبيرة ملح مغرف كبيرة سكر وزوج سنينة ثوم مغرف كبيرة بسكو إذا كانت قارسة تنحيلي هذه القروسية نديرهم كامل في الأشوار ونطحنهم كي نطحنهم نديرهم في مقلاو وندير مغرف زيت ونخليهم ميت تقلاو وكي نشوفها نشفت نطفي عليها ونديرها في أمبوات ونديرها في كونجيلاتور كي نبغي نستعمل نجبدها إن شاء الله تعجبكم الطريقتين ودخلوا لي في التعليقات ما تنسوش لبنت جام ولدخلت الله فيديو الأول مرة نقولك اشترك وفعلي زر الجرس ليسلك كل جديد والضغط على زر الإعجاب وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله مع السلامة